الحياة فهم الحياة فهم ظهرة الحياة المنزل التأخذ المنزل المنزل أدا.. مرد لبنية ونحن ديما بقوله من كنتي مشي تتارق بلا هم بداية وكنتي مشي تتاصل كنها من مردنا وهذا الشعب فيها ونعتزل لكتاني تجربة طوال تنسيين تجربة كريم تجربة عقدتنا لبرشة والله اليوم كي حضرت الاجتماع كانت دعوة من سيد ويلي الجهة وكان حاضرين بعض الرواسي السابقين بعض اللعبين القدامة بعض المسيرين كان من أجل تدرس وضعية شبابة ويجيت حلول الفراغة ذي العزوف عن التسيير هي فترة انتقالية صعبة تمرباه شبابة وقت اللي أغلب الحضور ما كانش عنده رغبة وكان عنده التزامات وكان عنده تمنع ورغم التزامات المهنية واللي أنا أقيم بالعاصمة وعندي تعرفوا اللي موش بالسهل تسيير جمعية في الظروف هذه استجابة لرغبة للحضور والسؤلات الجهوية اللي يوعدوا بالدعم وإن شاء الله اللي يقفوا مع الجمعية في الفترة القادمة مش تكون فترة إن شاء الله حتى تقريب الديسمبر في حدود ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر إلى حين اجرى جلسة انتخابية طول الجمعية عندها استحققات عندها بديت موسم عندها تحذيرات شاء الله نلقاه دعم كما لقينا الكلام ناس كل تقفى مع جمعيتها جمعية ما هيش هاش خاص ما هيش رئيس الجمعية راهية مدعمين الجمعية جماهير الجمعية أحبة لابد ناس كل تقفى مع جمعيتها لتنتفي المصالح الشخصية قدام مصلحة الشبيبة ولابد من التضحي ولابد من وقوف أبناء القيروان وحبة الشبيبة لكل صف واحد مع الجمعية إلى حين إن شاء الله نتعديه الفترة هذية وإن شاء الله في المستقبل نلقاه هاي هذا منتخبة اللي قادرة بشتسير الجمعية على المدى المتوسط والمدى البعيد إن شاء الله أكيد فما أسماء اللي يخدموا معي قبل بش نتصل بيهم إن شاء الله يكونوا متحمسين إن شاء الله أنا عندي فيهم ثقة ونعرفهم اللي هم يلديوا يلبيوا نيداء الواجب يكون خدمنا مع بعضنا ربع سنوات ونعرف حبهم وغيرتهم على الجمعية إن شاء الله يكونوا متحمسين وهي لابد أن الناس كل تزحي من أجل الشبيبة وبقدرة ربي إن شاء الله تتكون لهذه التسيرية في أقرب وقت ممكن إن شاء الله في غضون 48 ساعة القادمة لأنه توا معاتش وقت النجم ونضيعوه لابد توا من بداية العمل وبداية التحضير الموسم مش يكون صعب على جميع المستويات